لا يتوقف الإعداد لخوض معركة إدلب من جانب قوات الأسد وحلفائه في طهران وموسكو رغم تحذيرات متكررة أطلقتها جهات عديدة إقليمية ودولية أحدث التحذيرات أطلقتها الأمم المتحدة إذ حذرت من أن عملية عسكرية واسعة النطاق على محافظة إدلب من شأنها أن تؤدي إلى كارثة إنسانية ستكون الأسوأ في القرن الحادي والعشرين تصريحات تزامنت مع الإعلان عن نزوح أكثر من 30 ألف شخص من محافظة إدلب إلى مناطق أخرى داخل الشمال السوري خلال الأيام القليلة الماضية جراء الغارات المتواصلة للمقاتلات الروسية ومقاتلات النظام الاتحاد الأوروبي بدوره حذر من العواقب المدمرة للغارات الجوية التي يشنها النظام السوري وروسيا على المحافظة والتي أسفرت حتى الآن عن سقوط نحو مئة قتيل وجريح أغلبهم مدنيون بل إن طواقم الدفاع المدني لم تستثنى من هذا الاستهداف في المقابل فإن ثمة ما يبدو تضاربا في التصريحات الروسية بشأن معركة إدلب فبينما تقول وزارة الخارجية الروسية إن التحضير للمعركة المحتملة في إدلب يجري بعناية وسرية بينما المتحدث باسم الرئاسة الروسية يعلن أن الكريملين لا يملك معلومات بشأن موعد العملية العسكرية في إدلب وبين الإعداد للحرب والتحذير من تداعياتها الكارثية يعيش السوريون في إدلب كابوسا مرعبا في ظل أنباء تتحدث عن اعتزام النظام استخدام الأسلحة الكيميائية لحسم المعركة لصالحه بينما يقف المجتمع الدولي موقف الصامت العاجز الذي ينتظر وقوع الجريمة ومن ثم يبدأ في بحث سبل معاقبة المجرم ويغفل هذا المجتمع الدولي أو يتغافل عن كونه شريكا بالصمت في ارتكاب الجريمة شكرا